وفي شأن اللبناني كان موقف شنكر مجملاً مرتبطاً بدور حزب الله وتأثيره في الأزمة اللبنانية دعا شنكر عبر الحدث أنه بغض النظر عن شكل الإدارة الأمريكية يجب إبقاء تصنيف حزب الله منظمة إرهابية لكنه في نفس الوقت اعتبر أنه على إدارة بايدن أن تشعر اللبنانيين بعواقب تساهلهم مع الفساد ومع تجاوزات حزب الله حيث أن حزب الله لا يكترث ولا تعنيه مصلحة الشعب اللبناني أضاف شنكر أن إيران تمارس سياسة الضغط القصوى ضد واشنطن عبر سياسة الاغتيالات في لبنان ودعا لوجوب بقاء لبنان أولوية نتابع هذا بلد بحاجة للمال ولكن حكومة لبنان للأسف ليس لديها أي سجل سابق في وضع مصلحة الشعب اللبناني أو الاهتمام به بعين الاعتبار هذا بلد مفلس والشعب يعاني وإذا ما تم التوصل الاتفاق مع إسرائيل وبدأت شركة توتال التنقيبة من الغد قد يمكننا الحصول على جزء واحد من الغاز الطبيعي بعد سبع سنوات والحكومة اللبنانية ليست على عجلة من أمرها للأصول إلى تلك المرحلة وهذا أمر مخزن ومأساة للشعب اللبناني ترجمة نانسي قنقر